خطوة روسية أرادت موسكو من خلالها ربما أن تبعث رسالة لطالما سعت لإيصالها للأمريكيين ودول الغرب فقد تم نقل عشرة ألاف عنصر من الجيش الروسي إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهرا قرب حدود أوكرانيا ووفقا للجيش الروسي فقد عاد الجنود إلى أماكن انتشارهم الدائمة بعد اكتمال مرحلة التنسيق للعناصر والفرق والأطقم القتالية والكتائب والوحدات الألية وتحشد روسيا عشرات الآلاف من عناصر جيشها في مناطق قريبة من أوكرانيا وهو ما أثار مخاوف كييف وعواصم غربية من نية موسكو بالتخطيط لشن عمل عسكري على أوكرانيا وطالبت الدول الغربية والولايات المتحدة روسيا بوقف التصعيد وسحب الجنود لكن موسكو استمرت بنفي الاتهامات الموجهة لها بهذا الشأن وبقيت مصرة على أن ما تقوم به من خلال نشر قواتها فوق أراضيها وتنقلهم هو حق سيادي وللحفاظ على أمنها ومع استمرار التهديد بالعقوبات تجاه موسكو سواء من واشنطن أو الدول الأوروبية فقد وجه المسؤولون الروس الكثير من الانتقادات حيال السياسة الأمريكية والغربية عبر التلويح بالعقوبات وكان أحدثها على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي وصف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بغير الصحية وأضاف أن الأمريكيين ينتهجون سياسة غير ودية من خلال فرض العقوبات وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد روسيا واتخاذ خطوات عدائية أخرى على حد تعبيره وتسعى روسيا للحصول على ضمانات من الغرب منها تعهد حلف الناتو بعدم توسعه شرقا نحو الحدود الروسية بالإضافة إلى عدم نشر أنظمة هجومية على مقربة من حدودها ترجمة نانسي قنع